أولاً لليس هنا أن نجد هذا الجمع والحشد من جزيرة السخطرة وأكد لكم بإذن الله أن أهل السخطرة سيكونون جزء من الإمارات تطاول جديد ظهر به الإماراتيون في التعامل مع السيادة اليمنية ملهات علنية والسفزاز كبير لشعور اليمنين وانتمائهم ووطنيتهم لا أسوأ من أن يأتي من ينازعك السيادة على أرضك مستغلاً حالة الضعف التي تمر بها يقول اليمنيون والأسوأ من ذلك أن تأتي مثل هذه الطعنات الموجهة إلى الظهر من أناس جاءوا لنصرتك كما قالوا يوماً مثل هذه الأحداث تقول أمم وتكشف أمامها زيف الأخوة الأعداء هكذا يقول التاريخ ويقول أيضاً أن الشعوب تمرض لكنها لا تموت وتحتاج لكنها لا تبيع الأرض فهل تفهم الإمارات ذلك وهي النتوء الناشئ مؤخراً في جغرافيا الجزيرة العربية وتجنب نفسها خسارة مرة في اليمن الشواهد تقول إن أبو ظبي ماضية أكثر في السفزاز اليمنيين وإن أحداث سقطر العام المنصرم لم تكسر رغبتها التوسعية في جزيرة سقطر درة اليمنيين ومعلمهم الجمال الأبرز فبعد دحر تواجدها العسكري في الجزيرة لجأت إلى وسائل أخرى تمكنها من العودة هذه المرة منح الجنسيات لعديد من المواطنين السقطريين وكأنها تريد التحايل على التاريخ الذي لن يسعفها حتى على الوقوف أمام إحدى البنايات المهجورة في اليمن شو تحبون يا أطمال سقطران؟ حبي مرات شكرا للمشاهدة